اهلا بحضراتكم ازاي حضراتكم عاملين ايه وحشتوني جدا اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم انا حابب بس يعني اقول حاجة كانت في نفسي اه تفاعل على القناة للأسف يا جماعة تفاعل قليل جدا 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 انا مش عارف انا مقصر معاكم في ايه حتى انا قلت هنزل حلقاء بس طمرار بس لقيت ان الواحد بيتعب وبيعمل مجرود كبير ويعني حتى اللايك حضراتكم مش بتحطوه انا والله بقول الكلام ده علشان انتو كلكم اخواتي وان شاء الله انا متأكد انتو هتساندوني وهتساعدوني واللي في ايدو حاجة هيعملها انا بس مش طلب انكم اي حاجة يعني حطوا لايك بس طيب كل اللي انا طلبه تحطوا لايك واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة مش اكتر على اقل والله هو ده كل اللي انا طلبه ودي كل طلباتي يعني اظن ان هي بطلبات بسيطة خلينا نتحمل بعض خلينا نسانب بعض خلينا نساعد بعض عشان اقدر انا استمر في الفيديوهات واقدر ان انا اقدم لكم محتوى ان شاء الله يفيدكم يعني خلينا نكون بنساعد بعض خلينا نكون يدينا في ايه بعض كلكم اخوتي الكبار والصغيرين كلكم على راسي وفوق راسي اقسم بالله اهلا بكم في كابسولة جديدة كابسولة سريعة النهاردة انا عايز اتكلم عن شركات الشركات الصغيرة اللي بتدي قرود صغيرة زي الApplicationات ال right online زي مثلا application cash hat وزي application مدفوعة وبعض الApplicationات اللي بتدي تمويلات عن طريق ال online تقدر تقدم عليها عن طريق ال online وتقدر تاخد تمويل بيكون صغير بيكون تقريبا في حدود من 200 جنيه حد 3000 جنيه او من 200 جنيه حد 5000 جنيه وبعض الشركات بتوصل الى hd 10000 جنيه انا حاول اتكلم عن عيوب الشركات دي وابرد انهم مميزات عشان باحتة انهم ينظلم هوش أول أبليكيشن نتكلم عليه هو أبليكيشن كاشات أبليكيشن كاشات يا جماعة أبليكيشن دوت أنت بتحمله من على المتجر بلاي أو جورة بلاي يعني وبتخش تقدم أولاين بياخدوا صورة بطاقتك صورتك يسألك شوية أسئلة بترد عليها وبعد كده بيفتحوا لك التمويل بتبدأ التمويل من 200 جنيه لحد تقريبا 5.000 جنيه حاجة زي كده أول حد كمان 10.000 جنيه بس أنت ما تقصرش للرقم ده يعني كده كده أنت ما تقصرش للرقم ده إلا لما يكون بتتعامل معهم بشكل مستمري وتاخد منهم قروض وتسدها في معادك وتاخد منهم قروض وتسدها في معادك المشكلة معي في أبليكيشن كاشات أن أنا جربت وبدأت أسجل عليه علشان أجربه سجلت عليه وليس أي مشكلة أبليكيشن دخلت عليه وسجلت عليه رفعتي بطاقتي رفعتي صورتي جاوبت على السئلة السهلة جدا مسابحة السئلة متصعبة حطيت محفظة بطاقتي اللي هو الرقم اللي علي المحفظة بطاقتي عشان أخذ التمويل من عليه هما أدوني تمويل وكل حاجة لكن المشكلة هنا في أبليكيشن كاشات هو بيبدأ بيديك تمويل صغير بيبدأ ممكن يديك تمويل 100 جنيه أو حتى 200 جنيه يعني اللي هو تمويل ده لا يسكر ده من واحد من العيوب إيه 100 جنيه أو 200 جنيه دي أعمل بيهم إيه يعني التاني مشكلة وجهتني في أبليكيشن كاشات طرق الدفع طرق سداد اللقصات أنت لما مثلا تكون خواهي 100 جنيه أو 200 جنيه وحتى 500 جنيه وعايز تسددها بتبدأ ترواجه صعوبات في التزديد بتلاقي إن الأبليكيشن أوقات كتيف بيعلق الأبليكيشن أوقات كتيف النظام بتاعه بيبقى وحش الأبليكيشن ممكن وخدمة العملة بتاعتهم سيئة جدا بتكلم خدمة العملة وممكن لو كلمتهم على الشيات يخلوك يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو حتى وصل معايا إن أنا استنيت لمدة أسبوعين يا جماعة 15 يوم و 14 يوم و 15 يوم و 16 يوم عشان يحلوا المشكلة أنا كايف كل المشكلتي إن أنا عايزة أسدد اللقصة عايزة أدفع اللقصة لكن أنا مش عايزة أدفع اللقصة مش عايزة بخش على الأبليكيشن كل اللي هو بيقولهولي إن أنت عليك مبلغ كذا طريقة السلاة في دفون كاش مفيش بقى دفع يعني مفيش كلمة دفع مفيش مش لقيها نهائي توصلت مع خدمة العملة مفيش أي حل اتعبت بجد من أبليكيشن كاش أبليكيشن سيئ جدا ما نصحش حد النواي يحمله أو ما نصحش حد خالص يخبن عليه أي تمويل وكده كده أصلا تمويلاتهم صغيرة مش تمويلات كبيرة أركام صغيرة جدا أنا لما خدت التمويل مكنتش محتاجة يعني التمويل أو الفلوس دي أنا كل اللي خدت التمويل عايزة أدرب لقبليكيشن ده مش أكتر بس للأسف الشديد لقيت إن التعامل بتاعهم سيئ للغاية خدمة العملة سيئة للغاية 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 لحد النهاردة مشكلتي متحلتش بقى لي شهرين أو ثلاث شهور نزلوني من الاي سكور بتاعي يعني سجلوني على الاي سكور إن أنا راجل ما بسدش في معادي مع إن المشكلة من عندهم طبعا هتتأذي جدا لو خدت من أبليكيشن كاشايت هتتأذي ما نصحكش ما نصحكش نهائي خدمة العملة سيئة الطبيق بيعلق حتى لما بروحت هدفع على الفوري وخدمة العملة ردت عليها لقيت إن السيستم بتاعهم معلق بس فبالنسبة لأبليكيشن كاشايت أبليكيشن سيئ جدا في حاجة كمان حابب إن أنا أقولها إن هو بيتطلع بيتدي له أزونات من الموبايل نفسه إن هو يتطلع على سجل المكالمات يتطلع يشغل الكاميرا يشغل الميكروفون يشغل الرسائل يعني أزونات خطيرة جدا يخش على استوديو بتاعك يعني خصوصيتك منتهكة خصوصيتك مع أبليكيشن كاشايت منتهكة بسبب إيه بقى بسبب يعني ياريتكم تمويل كبير 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه ولا حتى 5000 جنيه خصوصيتك إنت منتهكة عند الابليكيشن يعني محدش أرجوكم يا جماعي استعمل الابليكيشن كاشايت ده أبدا أول حاجة بيأزيك في الاي سكور ما بيخليش في طريقة إن أنت تدفع بها غصبا عنك حتى لو أنت عايز تدفع بيأخرك خيمة العملة تتأخر عليك الابليكيشن بيعلق مش عارف تدفع السيستم لما تروح فوري حتى لو تدفع فوري السيستم بتاع الشركة نفسه بيكون معا لا ما بتقدرش تدفع فبتبدأ تتأخر عن السادات موعد القصة بتاعك بيجي وتتأخر عن السادات اللي هو قصة يعني قصة بيكون تافه 100 جنيه 200 جنيه قصة تافه جدا بس القصة تافه جدا ده برضو بيأثر عليك في الاي سكور والاي سكور ده مش يخليك بعد كده تاخد أي قروض تماما من البنوك أو تتعامل مع البنوك أو أي مؤسسة مالية فده حاجة يعني مهمة جدا حبيت اقولها لكم عشان انتو اخواتي اقسم بالله الكبار والصغيرين انا عن تجربة وهسجلكم دلوقتي سكرين للشاشة تسجيل يعني للشاشة اوضح لكم في كل حاجة عن أبليكيشن كاشات بلاش 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 يا جماعة أرجوكم تستخدموا أبليكيشن كاشات أولا بينتهك خصوصيتك ثانيا بيخليك تتأخر غصبا عنك عن السلات فبيأثر على الاي سكور بتاعك ثالثا خبرة العملة بتاعتهم سيئة جدا الأبليكيشن بتاعهم بيعلق سيئ جدا وكل ده على مبلغ بسيطة علاقة تعب ده كله يا جماعة محدش أبدا يستخدم أبليكيشن كاشات أنا طبعا مسكتش عملتش passado سبج أي هيئة الأورقاب المالية ويعني الهيئة الأورقابة المالية متشكرين بدوا عليها بخصوص الشكوى ودلوقتي هم بيترهم الشكوى وهيتم البكتها فيها إن شاء الله قريب جدا وأقول لكم إيئه اللي حصل معايا مع هيئة الأورقابه الآمة للرقابة المالية اسمهم كده في الموقع بتاحهم الأورقابة المالية والناس محترمين جدا 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 فوق الوصف يعني اقسم بالله اقسم بالله الهيئة العامة للرقابة المالية كله موظف فيه انا بشكر كله موظف فيها وبشكر قائمين على اعمالها بجد 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 ناس ما اصروش معايا ما اخرونيش ما ردوا علي وبيتم البد في الشكوى بتاعتي يعني انا كل الشكر كل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية شكرا لكم يا جمعة ده اول ابل كيشن ابل كيشن كشات فيه ابل كيشن تاني اسمه مدفوعة برضو نفس نظام application كشاب تماما بس مدفوعة ده بقى بدل ما بيخليك application كشاب ممكن بيخليك ان انت تتقصد من شهر لشهرين انما مدفوعة ده خلال اسبوع لازم تدفع المبلغ وبياخدوا 30% فايدة على المبلغ يعني لو انت واخد 200 جنيه مثلا تدفعهم 250 لو انت واخدوا 400 جنيه بتدفعهم 500 جنيه خلال اسبوع بس يعني هم خلال اسبوع بس بياخدوا 30% فايدة يعني ملهوش اي 3 لازمة وبردو بينتهك خصوصيتك بس بصراحة application مدفوعة ده احسن شوية من كشات يعني application مدفوعة احسن من كشات بس في الاول وفي الاخر يعني هي مبلغ بسيطة ملاش لازمة مش مستحقق التعب ده كله مش مستحقق التعب ده كله بس عيوب application مدفوعة ان هم بينتهكوا خصوصيتك برضو بيتطلعوا على قائمة الاسماء بتاعتك والميكروفون بيشغلوه ورسائل النصية بيتطلعوا عليها من موبايل يعني حاجة كتير بيانتهكوا خصوصيتك تاني عيب ان هو فايدة بتاعتهم عالية جدا 30% على اسبوع بس ده فايدة يا جماعة جبارة عالية فمحدش ياخد من application مدفوعة لان هي دي عيوبه ومن العيوب كمان ان انت اسبوع بس وتسدد لازم بعد اسبوع تسدد لكن صراحة موجهة الشعيوب تانية مع application مدفوعة في الدفع يعني لما تدفع الاسماء بتاعك لأ عالية جدا انت قد تدفعه فاوري او فودفون كاش او اي محفظة الالكترانية سهل جدا ان انت تدفع في application مدفوعة انما العيوب زي ما قلت لكم ان هم اسبوع بس عشان تسدد الفايدة عالية جدا الفايدة 30% في اسبوع بس دي فايدة جبارة لكن غير كده بصراحة هو احسن من application كاشات الناس المضطرة تاخد من application مدفوعة اسمه كده مدفوعة بشكركم هحط لكم دلوقتي تسجيل الشاشة يوضح application كاشات وشرحه وكده طيب اهلا وسهلا ومع بكم دلوقتي انا اواريكم application كاشات واريكم ازاي انا علي قصة مش عارف ادفعه وازاي خيمة الاملة عملت معي اهو خلينا نروح الى مالية طبعا انا عمل قصم المالية يعني ليا فاوري وماني فيلوس يعني كذا application كده online banking بتاع بانك مصر يعني ما علينا اهنخش على application كاشات اهو اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اهو تمويل بشكل مختلف كاشات وكاتبين ان هو مرخص من نهاية من الهاية العامة لركابة المالية اللي انا عملت فيها شكوى ضدهم اوكي اه طبعا هخش على حسابي طبعا لازم ياخد الاذن ان الموقع يشتغل غازب ان عني اقول موقع شغال موقع جرافي عشان يدخل على application بيعلق application سيء للغاية بصراحة سيء للغاية للغاية هوريكم دلوقتي ازاي الشركة بتماطل علشان اول حاجة بيوزلق الاي سكور بتاعك تاني حاجة تاخد منك فوائد على التأخير اهو دخلنا هو على application طبعا هنا عميل مميز ومعرفش ايه وبتاعه عشان تبقى عميل مميز تسد في معادك ومعرفش ايه علانات اليوم على الابلكش طبعا تقييم الاقتمال زي ما انتو شايفين وهو واحد فصلة تسعة ده تقييم سيء عشان انا متأخر وبسببهم وبسببهم طيب نخش على معاملاتي نخش ان انا دلوقتي علي مبلغ تافه جدا من يناير من يناير 2021 يعني الكلام ده بقى له بقى له كتير بقى له كتير مش عايف ادفع يناير 2021 احنا شهر متخيلين يا جماعة يعني 11 شقف مش عايف هدفع انا ما ابقى nessخارش انا ببأộtكلمش بتصناف ن receptive مش عشان المبلغ مش عايف هدفع مش عايف قسد طبيقة الدفع ووضفون كاش عما ادوس علي فوضفون كاش ووضفون كاش او مفيش كاتب لي هنا تمام كلمة تمام بس كدا مش عايف فاسب مش عايف اطلع ع ihmاصل مش عايف اعمل له حاجه طب مشان انا عايف ادفع وفوضفون كاش تمام بقول لي تمام يعني ما فيش اي كلمة دفع قفلل للدفع. شايفين قفلل للدفع. اهو. بقول تمام. الدفع مقفول تماما. طبعا هنا لما جيت دفعت قبل كده عملت معه مشكلة كبيرة. كان علي فلوس. امتدفعها امان فتحولي لما عملت معه مشكلة. وكلمت خدمة العملة. وفدلت بتاعي. خمستاشر يوم. فتحولي الدفع. ودفعت عن طريق امان. اهو. هنا. وهنا برضه قبل كده دفعت عن طريق بودفون كاش. بصوا هنا افليل للدفع ازاي اهو في الحالي ده السابق في الحالي افليل للدفع مفيش كلمة دفع نهائي في كلمة تمام بس شايفين جمعا هو على قسطينة ربعة وستين جنيه مش مدفوع وربعة وستين جنيه تاني اهو مش مدفوع اهو افليل لي الدفع تماما مش عارف ادفع ده application كشات سيء للغاية محدش يتعامل عليه انا بووريكو اهو علشان يكون فيه مصدقية في الكلام وكمان هوريكم الشات بتاعي معاهم على خدمة العملاء اهو خلينا نبقى على المسينجير اللي هي الصفحة بسمية بتاعتهم على الفيسبوك اوكي خلينا ندخل اهو كشات اهو بصوا يا جماعة بصوا كمية الشكاوي اللي انا اعملها بصوا وكنت وضعت الدعم الفاني هنا كنت عامل انا شكوى علشان مش عارف ادفع فانا كنت عامل شكوى ان انا مش عارف ادفع اهو سريعا سريعا بووريكو الاسكرين اهو اهو وصوفت لهم كل حاجة اهو بيقول له هيتم يرسال الشكوى للدعم الفاني طبعا الدعم الفاني داعات 15 يوم 15 يوم عشان يهو والشكوى برضو ما تحلتش هيتم يبلغ الدعم الفاني مشكلة حضرتك والاي سكوري اللي اتضرر ومعرفش ايه وزي ما انتو شايفينه شايفين التواريخ نوفمبر اهو 23 نوفمبر 24 نوفمبر حتى هنا لو جوتلوكو التواريخ 24 سعداء بخير متحضرتك انا مش عارف ازاي يعني سعداء اهو اهو كل شوية كده نفسك ما بخدش منهم فايدة بخدش منهم اي حاجة فايدة وده لسه مبارح اهو اهو بقول لهم ان انا مش عايف هتفع اهو 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 مصور لهم الاسكرين ان مش عايف هتفع نفس الكلام بالكرر يعني هو حافظ ومش فاهم بيقول لي حضرتك فاو بيه ومش عارف ايه وبتاع بقول له يا فندم يا فندم انا مش عارف اسد مفيش اي كلمة اصال مفيش اي حاجة حتى انا سجلت لهم تسجيل الشاشة بوريهم فيه ان انا مش عارف اسد اهو كنت بتكلم فيه بس الكلام مش هيوضح وبعدها لهم بقول لهم انا مفيش مش عارف اسد بخش على معاملاتي مفيش الا كلمة تمام مفيش اي كلمة دفع يعني بصراحة عصبني جدا ومش عايف اعمل ايه معاه اهو زي محاولاتكم مش شايفين فيه كلمة تمام بالاصفر اهو سجلت اللهم مسكرين للشاشة كنت بتكلم فيه كنت بروضح لخدمة العمله لانه اجنيني عمال يقول لي لا انت تخش اهو رقم موضح مش عارف ايه تخش تقول له اهو اتدفع عن طريق الفوري وهات رقم اصال السدد وتصد فبصراحة جننني انا مفيش ولا اي رقم اصال ولا فيه اي سادات مش عايف اصد لحد دلوقتي مش عايف اصد متضرق فارجوكم محدش استغطي من ابليكيشن كاشات ده رقم واحد اهو رقم اتنين اه ابليكيشن اه مدفوعة اللي اتكلمنا عليه اهو هو ده يا جماعة اللي عايزي يحمله ده ابليكيشن مدفوعة طبعا ده لي عيوب وليه مميزات وذكرتها في الفيديو اهو ده ابليكيشن مدفوعة ده زي كاشات بس ده احسن شوية من كاشات طبعا انا اتعاملت معاهم اهو هنا كنت متعامل معاهم فين الشعرات فمبروك تم من سادات الربعمية جنيه كنتم اهم انهم ربعمية جنيه وكده يعني مش عارف ايه وكده او اقدر دلوقتي ان انا اطلب متين تلتمية ربعمية بس عشان انا متعامل معاهم جديد يعني انا مش عم بحبش هستخدم الابليكيشنات دي مساعد ما استخدنت كاشات ما بقيتش هستخدم الابليكيشنات دي فمش عايز ايخو بصراحة تاني انا لو خطر من النوم تاني وتالت ورابع ابدأوا يفتحولي لحد 500 و600 و700 لحد ايه ابدأوا يفتحولي حد 8000 جنيه كل ما اتعامل معاهم يفتحولي حد 8000 اهو انا مثلا وخطر بربعمية جنيه مفوضة سددهم في خلال سبع ايام زي ما قلنا هسددهم في التاريخ ده هسددهم تقريبا 500 جنيه شوفوا شوفوا المصاريف المصاريف الادارية 90 جنيه مصاريف الادارية بس ماشي يعني حاجة اخر يعني فايدة فايدة كبيرة جدا كبيرة جدا طبعا لو قدمت قلت له قدم الان ها يعني هاخد هينزل هالي على محفظة فيتافونكيش بس انا مش عايز ااخد بصراحة مش عايز اتعامل معاهم تاني اه بشكركم وده كل حاجة ده كان كل حاجة انا بشكركم جدا يا جماعة بالله عليكم ما تنسوش اللايك ما تنسوش تدعموني ما تنسوش تعملوا اللي مش مشترك في القناة يشترك لان فيه ناس بتشوف القناة ومش مشتركة ليه كده يعني مش هعرف